السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتمنى تكونوا كلكم بخير والخير يا ربي وصحة جيدة وحوال طيبة مرحبا بكم في قناتكم في قناة لوبنا ماهر على فيديو جديد وفيديو نهار اليوم ان شاء الله عبارة على هذه العقدة ديال اللوز اللي طلبتمني بزف انني نشارك معكم حلوية اللوز الكعبة وبزف ديال انواع ديال اللوز اللي غد نشاركها معكم ان شاء الله واول حاجة بغيت نشارك معكم هو العاجين والعقدة كل حاجة تكون فيديو مختصر لانكم كتفضلوا هذنوع ديالي فيديو وكذلك اللي بغى يعني العاجين اول العقدة فكيدوز لهم مباشرة لفيديو خاص كيكونوا بالشرح المفصل كامل بالاسرار ديال النجاح ديالهم وكل شي وانتوا ما كتدروا الاشكال اللي بغيتوا اولا اللي نفسكم فيها فكانتمنى هذ الفيديو هذين الاعجاب ديالكم غد نشارك معكم هذ العقدة اللي كتجي صراحة رائعة سهلة ولو للمبتدئات اللي ما عمرهم ما خدموا الحلوة ديال اللوز فيديو نهار اليوم ان شاء الله خاص خاص كيف ما كتشوفوا معايا عقدة رائعة ما تخافواش منها وناجحة ناجحة 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 ممتازة باش جينا عقدة معلكة و جينا عقدة ناجحة وما تترضكش لنا الحلوة في الفران فواحد العقدة اللي غنحتاج لها اول حاجة واحد الكيلو ديال اللوز انا هنا اللي غنخدم اللي طلعت فيه الغلية مزيان على نار حتى طلعت الغلية مزيان وطفيت عليه شنلتو بشوية ديال الماء وكنفسخوا بهالطريقة ممكن تديروه وسط شي مخده وتفسخوا او لوسط زيف ليكم من اختيار كنغسلوه مزيان مزيان باش ما كيبقاش فيه ذاك اللون موسخ وكنننشروه كنخليه ملأ حسن ليلة كاملة حتى كنشف تماما كيف ما كتشوفوا معي باش ما يتردقش ليلة الحلوه لانه إلا كان فيه ذاك يخسر ليلة الحلوه كاملة كتفرقع هنا عندي وحد خمسمائة جرام ديال السكر لان دائما العقدة بكمية ديال اللوز نصف ديالها سكر او لو ممكن تنقصوا واحد شوية لحسب الرغبة ديالكم هنا كيف ما كتشوفوا معي غنديرو هنا اللوز فتحانة كنتحنو اللوز ديالنا واحد طحنة اللولة كيف ما كتشوفوا معي هنا دورت غير وحد دورة واحدة دغية بسرعة لانه عمرت صار حدرت كيلو بزاف كان هنا سنقسمه كيف ما شفتوا معي ونقسم الكمية ديال السكر اللي عندي ديال 500 جرام وهنا بقيت كنعلك فيها كبئي ديال كيف ما كتشوفوا هنا ديرا واحد البول كبير ديال اينوكس هو اللي كان خدم فيه اغلبية وهنا المكونات ديال العقدة سنحتاج معلقة كبيرة ديال زبدة سبيسيال او لزبدة حيوانية من احسن قبيصة ديال مسكحورة وماء الزهر والعسل ممكن انكم تديروا في بلاس العسل القليكوز فليكم الاختيار انا هنا يخدمت بالعسل اللي كيعطينا واحدة تعليكة زوينة كذلك القليكوز كيعطى واحدة تعليكة زوينة العقدة وهنا عمرت كاس ديال ماء الزهر بشوفوا معاياش هلغة يكفاني لهذاك الكيلو ديال اللوز كاس يعني من قياس ديال كاس اتاي عمر هنا غندير واحد القبيصة ديال مسكحورة ممكن انكم تستغنوا عليها ولكن من الاحسن انكم تديروها هنا ايه غندير واحد المعلقة عمره مزيان ديال العسل كيف ما كتشوفوا معايا صافي غادي ندوز كذلك غادي ندير الزبدة بالنسبة للزبدة من الاحسن تكون زبدة حيوانية ماشي من الاحسن يعني ضروري تكون زبدة حيوانية وكتعطينا واحد لده كيف ما كتشوفوا معايا كنديرها انا بهكاية وهنا ايه عندنا نضيف في ماء الزهر هذاك الكاس اللي عندي معه مرش حتى اللي فوق يعني كاس حتى هذيك الشريطة كيف ما شوثوا معايا يعني كاس علين العمار صافي كان بقى نخلط بها الطريقة اولا كان عجن العقدة ديالي بها الطريقة هذي بماء الزهر شوية بشوية وحنا كان عجنه وكان ضيفه فهذاك ماء الزهر شوية بشوية غا تبدو تلاحظوا ان العقدة ديالكم بدا تطلق ليكم ليدام او لا ازديد متخافوش منها وهذه نقطة اللي كي بدو بها البنات وكي خافوا من العقدة انها اخسرات ولا شي حاجة بالعكس انا هنا يا غن ديرها في الارضية ديالعمال لان ما كان محسن انك دلك شي حاجة في الارضية ديالعمال تتحكمي فيها اكتر كيفما كتشوفوا معي العقدة كيف شوريتها لكم بقى حرشة بقى كتطلق الزيت وغاتبقى تطلق الزيت لواحد الدرجة اللي غادي تخلعكم الى كنتم مبتدئاتوا اول مرة غادي تطيبوا العقدة ولكن ما تخافوش باتاتا تنقول لكم كملوا وغاتبقى تضيفها كقطيرات وغاتبقى تطيبوا العقدة او العجين ديالعمال وانتوما كدلك وانتوما كدلكم مزيان مزيان في حالي كدلكم العجينة عادية جدا العجينة ديالزمان وانتوما كدلكم العجينة وكل شي او لك تخلطيها بيديك هكذا في واحد البول وانتوما كدلكم وانتوما كدلكم رأسها اوه هنا سنقولوا العجينة ديالواليدين ديالنا ديالجدو ديالنا كيف ما كتشوفوا معي فكدلكوها كتحاولوا انكم تدلكوها مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا او لزيت اللي كتبت اطلق ما تخافوش من نوباتات هنا كنبقى واندلكو بهالطريقة هذي في حالي ديرين عجينة وانتوما كدلكو كدلكو والزيت كتخرج وهذيك الزيت خاصتكم تبقى واندلكو حتى ترجع تشربها كاملا هذيك الزيت اللي غادي تنزل شوفوا معي في الارضية ديال العمالة البنات كيفاش بدأت كتتخرج بواحد طريقها ما شاء الله ما تخافوش منها ما تخلعوش منها باش تكون لكم واحد العقدة ناجحة ما تطردقش لكم هكا الحلوى ديالكم جي عقدة معلكة وزوينة فقط بقاوض ضيفوا بالقطيرة وانتوما كدلكو في العجين ديالكم كيفما كتشوفوا معي شوفوا الزيت البنات اللي كيخرج هذي الزيترا ما غاديش نمسحوه متى شي حاجة كان مقاوند لكم فوقه ونجمعو فيه ونجمعوه انا هنا دلت لكم بالعرض الباطئ حاولت اناني ما نصرعش الفيديو نهضر عليه بطريقة واضحة باش يكون فيديو خاص ويكون هكا يعني باش تشوفوا معي التفاصيل كاملا كيفما تشوفوا معي شوفوا البنات كتب دلع جينا غاضا ويعطينا طوع كيفما تشوفوا معي انا هنا مشة شV かنطل على الكاميرا وش باطفي 900 مول Danger لانا شح مرة كتب ارهابية أه كيفما كتشوفوا معاي العقدة ديالنا كانت بقات تعطينا الطوع مطاع ماني كانت بقاء وضلكو وكانتولي واحد العقدة ممتازة كتولي تباليكم العقدة ديالكم صافرة غادية كتوصل لدك شي اللي احنا بغينا وبالخصوص مني كتبدا تشرب في هديك الدهون شوفوا معي هنا العجينة ديالنا بدات كتخفف وبدات كتشرب في هدوك الدهون اللي تلقات كاملين شوفوا معي البنات أنا كنضيف بالقطيرة بالقطيرة ما تجري وهاش ما تكتروش ما الظهر لأن العقدة اللي كانت خفيفة وجارية را كتقطع لنا أو لكتردق لنا الحلوة في الفران لابد ما تجيو هنا يا مني ستبدو تخدموا العقدة وتبدو تصليكم لهذا القوام هذا مني كم بدون نجروا هاكا وما كتتقطعش لنا العقدة ديالنا عارفوا أن العقدة وصلات لذك شي اللي احنا محتاجينه غانبقا ندلكوها ندلكوها في البلاسة اللي احنا خدامين في حتى كتشرب هذيك الدهون ديالها كاملة كاملة مني كتبدو دلكو يخرج هذا الزيس كتقولوا واش هاد الزيس هذا كامل غا تشربو ما يمكنش صراحة كتخلعي لكان الواحد عاد بادي أو للمبتدئات لأول مرة غيخدموا هاد النوع ديال الحلوة كيف ما كتشوفوا معايا صافي هنا يا الحمد لله وصلت القوام اللي أنا بغيت كيف ما كتشوفوا معايا ما كتبقاش كعباتاتا لعجينة تلصق لنا في اليدين ديالنا مني كتساليوها على هاد الشكل هادا غسلوا يديكم ونشفوهم مزيان مزيان وديوها وجيبوها غتلقاو أنكم كتقيصوف واحد العقدة يعني صافي ما كتبقاش تشوفوا قاعز ديت بتاتا وإديكم ما كيلتاصقوش بتاتا كيف ما كتشوفوا معايا بهالطريقة هذي اللي أنا كنوريكم هنا شوفوش حال بقالية في الكاسة لبنات واحد جغيمة قليلة هي اللي بقاتلية في من هادك الماء الظهر او لذاك الكاس ديال الماء الظهر اللي أنا استعملت كيف ما كتشوفوا معاي وكيف ما قلت لكم محاولوا أنكم ما تكتروش ماء الظهر بزاف انتوما كدلكون تديروا غير بشوية باش ما تجيكمش العجينة خفيفة شوفوا معاي البنات العقدة معلكة كتجي ممتازة كتجي الصرحة رائعة وكتجي بنينة كيف ما قلت لكم ممكن أنكم تديروا القليكوس بلاس لازل فليكم كيبقى دائما الاختيار كتجي معلكة الصرحة وزوينة كيف ما كتشوفوا معاي العجينة أنا هنا كنحاول نوريكم الطريقة ديال الخدمة أنكم تخدموا بكل أرياحية كيف ما كتشوفوا العجينة هنا عندنا كنديروا هاد الحراب هادو الطوال فما كيتقطعوش لي نباتاتا يعني كيف ما كتشوفوا معاي العجينة كتجرها كتجر هذاك الخيط هنا راح نوصلنا لواحد العجين ممتاز كنشكلوه كيف ما احنا بغينا كيف ما كتشوفوا معاي هنا يا فرا صافي تقريبا وصلنا النهاية ديال هاد العجين والعجينة الصراحة كتبقى ممتازة ممكن أنكم تديروا تخدموها بحال اليوم وتخليوها في واحد البلاستيك غدائي في تلاجة تصبح وتخدمو بها كتبقى ممتازة الصراحة أولا تلوحها في المجمد فقط أنا ما يدخلهاش لها ولا تلجلت شي حاجة أولا ممكن اللي بغى تنقص عليها شوية ديال الخدمة بالنسبة للوز تفسخوه تشوفوه مزيان 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 وتديروه في تويب ماشي مباشرة في البلاستيك في تويب وتديروه في البلاستيك وتزير عليه مزيان تلوحه في المجمد فكيبقى فوق محتاجيته يعني كتلقوه موجود شوفوا معاي لبنات فرا صراحة العقدة ناجحة ممتازة لا تخافوش من العقدة البنات راحة سهلة وبسيطة أسهل ما يكون ممكن تخدمو غير حلوه هكيا بدون عاجين ممكن تخدمو بها الحلوه بالعاجين ممكن تخدمو بها الكعباء كيف منتو مبغيتو كنتم نرى فيديو إن شاء الله هنا لإعجاب ديالكم وتبرتجيو بالعائلة والأصدقاء باش تعمل فائدة وباش شجعوني وتحفزوني أنني نعطي دائما للمزيد والمزيد وإلا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنساونيش من سبسكرايب وتفعيل الجرس باش توسطوا دائما مجدد القناة أكيد إلى جبكم المحتوى سنقول لكم السلام عليكم ونلقاكم فيديو قادم بحول الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته